بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية والخاص بمهارة الإملاء وهو الهمزة المتطرفة على الياء غير المنقوطة أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ كلمات تحوي همزة متطرفة على ياء غير منقوطة قراءة سليمة يستنتج سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء غير منقوطة استنتاجا سليما يكتب كلمات تحوي همزة متطرفة على ياء غير منقوطة كتابة صحيحة درسنا في الحصص السابقة نوعين للهمزة المتوسطة والمتطرفة وتعرفنا على الهمزة المتوسطة على الألف مثل سألة وعلى الياء مثل بريئة وتعرفنا أيضا على الهمزة المتطرفة على الألف مثل قراءة ولكن هل هناك همزة متطرفة على الياع؟ ومتى تكتب؟ هذا ما سنعرف في درسنا اليوم أعزائي الطلاب انظروا إلى هذه الصورة ماذا نرى فيها؟ أحسنتم إنه شاطئ دعونا نتهجأ كلمة شاطئ شا ط أين جاءت الهمزة؟ رائع في آخر الكلمة انظروا إلى كلمة شاطئ على ما رسمت الهمزة؟ ولماذا؟ هذا ما سنعرفه في درس اليوم إذن درسنا اليوم هو الهمزة المتطرفة على الياء غير المنقوطة فهيا معا في رحلة جديدة والآن طلاب الأعزاء في الحصة السابقة وبعد قراءتنا للفقرة تعرفنا على كيفية حصول خالد على جائزة التمييز من يذكرنا؟ كيف حصل خالد على جائزة التمييز؟ أحسنتم أبنائي بتوفيق الله ثم بالجد والاجتهاد وعدم تأجيل الدروس كما أنه كان حريصا على أن يسعد قلب والديه ومعلميه بتفوقه كما قمنا باستخراج الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة على الياء دعونا اليوم نستخرج الكلمات التي تحتوي على الهمزة المتطرفة على الياء أحسنتم طلابي أكافئ أخطئ الآن طلاب الأعزاء دعونا نقرأ الجملة التي أمامنا أراد خالد أن يكافئ والديه وأن لا يخطئ بحق أحد ما الكلمات التي تحوي همزة متطرفة على ياء غير منقوطة؟ أحسنتم كلمتي يكافئ وأيضا يخطئ دعونا نعيد قراءة الكلمات يكافئ يخطئ بالطبع عرفنا في الهمزة المتطرفة أننا لا ننظر إلى حركة الهمزة وإنما نكتفي بحركة الحرف الذي قبل الهمزة فما حركة الحرف الذي قبل الهمزة؟ رائعون الكسرة وما الحرف الذي يناسب الكسرة؟ أحسنتم الياء ولكن لو قرأنا الكلمة هل نسمع صوت الياء؟ يكافئ يخطئ لا نسمعها ما آخر صوت سمعتموه؟ نعم الهمزة ولذلك تكتب الهمزة على ياء غير منقوطة أي بدون نقط ماذا نستنتج؟ أحسنتم نستنتج أن الهمزة المتطرفة تكتب على ياء غير منقوطة إذا جاء الحرف الذي قبل الهمزة مكسورا هيا أبنائي نقرأ هذه الكلمات لنلاحظ حركة الحرف قبل الهمزة المتطرفة يطفئ هادئ متباطئ بادئ محركة حرف الفاء والدال والطاء والدال رائعون الكسرة الكسرة والكسرة يناسبها الياء غير المنقوطة إذن نستنتج أن الهمزة المتطرفة تكتب على ياء غير منقوطة إذا جاء ما قبلها مكسورا هيا معا أعزائي الطلاب نستنتج قاعدة اليوم وهي الهمزة المتطرفة ترسم الهمزة في نهاية الكلمة على ياء غير منقوطة وتسمى همزة متطرفة مثل أكافئ أخطئ تكتب الهمزة المتطرفة على الياء على حسب حركة الحرف الذي قبلها فقط إذا كانت حركة الحرف الذي قبل الهمزة مكسورة مثل ملاجئ فتكتب على الياء هيا أحبائي نركب حروف كل كلمة مما يلي مراعين الكتابة الإملائية الصحيحة ها هي الحروف أمامك ب ر لاحظ حركة الحرف الذي قبل الهمزة نعم مكسور إذن كيف ستكتب الهمزة؟ أحسنتم ستكتب الهمزة على ياء لأن ما قبلها جاء مكسورا هيا نقرأ الكلمة بار تأمل عزيزي أيضا هذه الحروف أمامك مم ت ل لاحظ حركة الحرف الذي قبل الهمزة أحسنتم حرف مكسور إذن كيف ستكتب الهمزة؟ رائع تكتبوا على ياء لأن ما قبلها جاء مكسورا هيا نقرأ الكلمة ممتلئ الآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي على الصفحة الواحدة والتسعي لنقرأ التدريب ونحدد المطلوب منه املأ الفراغات الآتية بكلمات فيها همزة مكتوبة على ياء غير منقوطة مستفيدا من الحروف المقابلة لها المطلوب هو أن نملأ الفراغ في الجمل باء ودال وها بكلمات بها همزة مكتوبة على ياء غير منقوطة مستفيدين من الحروف المقابلة لها نبدأ بالجملة باء لقد تم الإجابة عن ألف وجيم الحصة الماضية نعود لجملتنا فراغ قارئ القرآن التلاوة بالبسملة ها هي الحروف أمامك نجمع هذه الحروف وننطقها كاملة يبتدأ لاحظ حركة الحرف السابق للهمزة أحسنتم مكسور إذن كيف ستكتب الهمزة؟ نعم ستكتب الهمزة على ياء هيا نقرأ الكلمة مرة أخرى ونقوم بكتابتها يبتدأ يبتدأ قارئ القرآن التلاوة بالبسملة ننتقل للجملة دال زرنا عددا من فراغ الأيتام في بعض البلدان ها هي الحروف أمامك نجمع هذه الحروف وننطقها كاملة ملاجئ لاحظ حركة الحرف السابق للهمزة أحسنتم مكسور إذن كيف ستكتب الهمزة؟ نعم ستكتب الهمزة على ياء هيا نقرأ الكلمة مرة أخرى ونقوم بكتابتها ملاجئ زرنا عددا من ملاجئ الأيتام في بعض البلدان من الذين يقومون بمثل هذه الأعمال؟ أحسنتم جمعية قطر الخيرية أو الهلال الأحمر القطري فهم يساعدون المحتاجين في كل بلاد العالم وأخيرا مع الجملة ها فراغ الدولة المدارس الحديثة كي تؤمن لنا مستقبلا زاهرا ها هي الحروف أمامك عزيزي الطالب نقوم بجمع هذه الحروف وننطقها كاملة تنشئ لاحظ حركة الحرف السابق للهمزة أحسنتم مكسور إذن كيف ستكتب الهمزة؟ نعم ستكتب الهمزة عليها هيا نقرأ الكلمة مرة أخرى ونقوم بكتابتها تنشئ تنشئ الدولة المدارس الحديثة كي تؤمن لنا مستقبلا زاهرا والآن افتح كتابك عزيزي الطالب على الصفحة الواحدة والتسعين لنقرأ التدريب الثاني ونحدد المطلوب منه اكتب كلمات فيها همزة على ياء غير منقوطة قياسا على الكلمات في العمود الأول في الجدول الآتي المطلوب هو أن نأتي بكلمات بها همزة متطرفة على ياء غير منقوطة قياسا على الكلمات في العمود الأول في الجدول ومعنى كلمة قياسا أي نأتي بكلمات تحوي همزة متطرفة على الياء على وزن الكلمات السابقة هيا نقرأ الكلمة الأولى دعونا ننظر إلى حركة الحرف السابق للهمزة أحسنتم حرف الطاء هو الذي قبل الهمزة وجاء مكسورا لذلك كتبت الهمزة على ياء غير منقوطة إذن المطلوب هو أن نأتي بكلمتين تشبه هاتين الكلمتين بهما همزة متطرفة على ياء حركة الحرف السابق الكسرة ماذا نقول؟ أحسنتم ناشئ هانئ ننتقل للكلمة الثانية يطفئ ما نوع هذه الكلمة؟ نعم فعل مضارع وما حركة الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة على الياء؟ أحسنتم مكسور إذن نريد كلمات تكون أفعالا مضارعة ووقعت الهمزة فيها متطرفة على ياء غير منقوطة وقبلها حرف مكسور أحسنتم يقرأ يبطئ طلاب الأعزاء نريد أن نعبر عن هذه الصور بجمل تحتوي على كلمات بها همزة متطرفة على الياء غير منقوطة لننظر إلى الصورة الأولى ماذا نشاهد هنا؟ نعم نشاهد أهم الإجراءات الاحترازية التي يجب علينا الالتزام بها للحفاظ على سلامتنا فمن الخطأ عدم الالتزام أو التهاون بها إذا أردنا أن نعبر عن هذه الصورة بجملة فماذا نقول؟ رائع مخطئ من يتساهل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاحظوا معي كلمة مخطئ لماذا كتبت الهمزة هنا على الياء غير المنقوطة؟ أحسنتم لأن حركة الحرف السابق للهمزة مكسورة ننتقل للصورة الثانية ماذا نرى فيها؟ نعم إنها صورة لسماء قطر أبنائي بما يتصف شتاؤنا في قطر؟ أحسنتم بالدفء إذا أردنا أن نصف شتاء قطرا بجملة فماذا نقول؟ رائعون شتاء قطر دافئ انظروا إلى كلمة دافئ لماذا كتبت الهمزة على الياء غير المنقوطة؟ رائع لأن حركة الحرف الذي يسبق الهمزة مكسورة والآن طلاب الأعزاء دعونا نلخص ما درسناه معا تكتب الهمزة المتطرفة على الياء غير المنقوطة إذا كانت حركة الحرف الذي قبل الهمزة مكسورة مثل ملاجئ مدافئ موانئ والآن عزيزي الطالب أحضر دثرك وقلمك سأملي عليك بعض الكلمات قم بكتابتها بمفردك هيا نبدأ بارئ بارئ قارئ قارئ موانئ 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 مبادئ مبادئ ناشئ ناشئ هل انتهيت؟ حسنا سأقوم بعرض الكلمات لتتأكد من صحة كتابتها أحسنتم كتابة رائعة بارك الله فيكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا قد استفدتم وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية اشتركوا في القناة